عن التغيرات الحاصلة في العمل الإنساني هي محاضرة ختمية تقيباً نحن عن المحاضرة القادمة أخرى محاضرة وتكلمنا عن تسييس العمل الإنساني عسكرة العمل الإنساني تجريم العاملين في العمل الإنساني والنزعة نحو الاحترافية المعيير الشهادات العلمية التي حصلت في العمل الإنساني وكننا نتكلم في آخرها عن النزعة إلى توطين الاستجابة الـ اشتغل نعم فالدكتور هاني أنا رفعت صوتي ولا رفعت صوتي بالمايك الدكتور هاني البنة مصري بريطاني من أحد عواد العمل الإنساني الأوائل مؤسس الإغاثة الإسلامية من 1984 أسسها وهو طالب دراسات عليا في كلي الطب في جامعة برمغام لغاثة الإسلامية اللي هي أحد أكبر منظمات لغاثة في العالم حاليا ومن ذلك الوقت من نصف التمنينات لحتى اليوم ويقود الكثير من المبادرات في العمل الإنساني لم تكن محدودة فقط للعمل مع الإغاثة الإسلامية بل انطلق لأنه يعمل مبادرات أخرى أكثر وأكبر من حجم مؤسسات عمل إنساني مخصصة في العمل الإنساني الدكتور هاني حاصل على الدكتورة في الطب وحاصل على الدكتورة في أخرية من جامعة برمغام وحاصل على وسام الملكة وأتخيل في أحد برامج وثائقية عملتها عنه قناة الجزيرة كان اسمه الدكتور الطائر من كثر الأماكن لا دكتور الطائر على الجزيرة الجزيرة في العمل الدكتور الطائر كانت على كم الدول يعني في أيام معينة صعب جدا أنك تلتقي بدكتور هاني في برمغام المكان الذي يسكن فيه تقريبا الآن لـ 41 سنة تقريبا أنك صعب تلتقي فيه لأنه دكتور هاني دائما على الطائر من بلد أفريقية لبلد أفريقية حجم المبادرات اللي عملها دكتور هاني في العمل الإنساني لا أستطيع أن أحصرها بس هي كثيرة جدا منها المنتدى الإنساني ومنها المسلم ومنها مبادرة الإيدز إيش كان اسمها لا أستطيع تذكرها لا اسم المبادرة مش لا أتذكرها فالمهم لديكم فرصة لم نتطفق مع الدكتور هاني على مضوع معين لأنه خبرة الدكتور كبيرة جدا جدا بس أتمنى أن كنت تتحدث مع الدكتور عن المواضيع التي طرحناها اليوم الدكتور هاني عنده جواب لكل سؤال سواء في تسييس العمل الإنساني سيكون له إجابة في عسكرة العمل الإنساني أنا أريد دكتور هاني أن يتحدث لكم عن أمثلة يعني وإحنا بنتحدث عن تسييس العمل الإنساني لديه ما يقوله عن عسكرة العمل الإنساني وكيف أنه العمل الإنساني العسكري سيحكي لكم عن أمثلة حية عن اختلاف العمل الإنساني ما قبل 9-11-9 وما بعد 9-11-9 زي ما حكيت لكم أنك تتصور مع أحمد ياسين في غزة سنة 94 غير أنك تتصور مع أحمد ياسين في 2002 اختلفت الدنيا عن الاحترافية زمان المتطوعين الجميل اللي هو الناس مش محتاجة من العمل الإنساني غير أنها تشبع إحساسها بالتطوع وبالإحساس بالآخر لزمن بأنه ناس بتشتغل من الساعة كام للساعة كام يا دكتور هذاك الزمن الجميل الزمن الحالي إنه من 8-5 8-5 5-5 فالمهم يعني الأشياء اللي تستطيعوا الحوار فيها مع الدكتور هاني كثيرة جدا تفضل دكتور تحب أقدم الطلاب قبل ما حضرتك تبدأ؟ براحتك يعني إذا بدك أقدمهم حتى نختصر الوقت غيث من داخل سوريا أنا راشا ليش بمسميكي أناس راشا من الأردن من المفرق عمر جمال مصري أكيد تعفو هو انتماؤ لفلسطين أكتر أنس من غزة ربا من سوريا نجوة من ليبيا محمد من قطر وسيم طبعا من تونس الخضر نسريين سوريا محمود من فلسطين من غزة سارة من الأردن وإسراء فلسطينية بأصول مصرية إن شاء الله طيب الحمد لله والسلام على رسول الله أنا أكون سعيد بأن أنا أقول لكم أنا دلوقتي محاط بطاقة إيجابية فعالة يعني ممكن أخش في الحيطة وأخرج من ناحية تانية ممكن أخش في الحيطة وأخرج من ناحية تانية ما فيش فلازي وقفني وأنا في وسطكم ما فيش قوة تمنعني وأنا في وسطكم لأن انتم بتعطوني قوة إيجابية غير عادية وده التواصل الروحي بين العملين في العمل الإنساني الأرواح جنود مجندة وأنت من هذه الأرواح قد تبالك وحينما تتآلف هذه الجنود تحيط هذه الأنفس بطاقة إيجابية غير عادية فأنا دلوقتي بكلمكم ومنتظ صراحة وأنا أقوى منكم كلكم فضل الله سبحانه وتعالى وعندي من قوة الدفع ما أستطيع أن أتغالب معكم وأغلبكم جميعا وأنا أصغر منكم سن ولكني رأيت الدنيا قبل أن ترونها فده اللي نحن نتكلم عليه العمل الإنسان اللي نحن نتكلم فيه مش حدوتة ومش وظيفة ومش مجرد أنها ترقية والدراسة اللي أنتو بتاخدوها تلوقتي هي إحدى الوسائل التي تجعلنا قادرين على إحداث التغيير إحدى الوسائل حذاري وأنتو جايين من دول كلها ممتحنة أنا واخدت السنوية بتاعتي من ليبيا من بنغازي من شدائي ناير وأعشق سوريا وأموت في غزة والأردن في قلبي ومن ثاني قطر قطر طبعا هي في جيبي وفي عيوني وفي كل حاجة خش يا قطر شكرا لتكترون شكرا لتكترون فما نتحدث أما تحدث أما تحدث عن الوجود ليكم هنا هو فأنا فعلا أسعى إليكم أسعى إليكم يعني أنا في الفترة اللي فاتت دي كان من أجمل الأشهر علي في حياتي كلها شهر نوفمبر بدأتوا بأول رحلة لإسلام آباد بعدين بلوشستان لكويتا وعدت فيها ثلاثة أربعة أيام ونتلعت على كشمير ومن كشمير جيت على اسطنبول ومن اسطنبول رحت على كاميرون ومن كاميرون رحت على جمهورية وأسط أفريقيا وعدت يمين بعدين زلتوا عادتوا على كويت وعلى قطر برضا جيت هنا كان فيه مؤتمر بتاعكم ومنهيتها في العلاء كان شهر جميل هتقعد تعد الأميال تعد الأوقات تعد الإنجازات مش هتحصيها لكن تعلم تمام العلم الذي يقدرك على هذا الإنجاز في عمرك الزمني في مرحلتك الثالثة من عمرك الزمني كل مرحلة 33 سنة وأنا في الثالثة دلوقتي ومرحلتك الثالثة من عمرك الزمني هو من يدعو لك فالعمل الإنساني لكل واحد فيكم ليس وظيفة وليس شهادة مع ما قال الدكتور غسان والدكتور فلان والدكتور فلان هو مجرد وسيلة لنا لكي نغير بها المجتمعات لكي نقيم بها المجتمعات لكي نبني بها قدرات من يستطيعون أن يبذلون معنا الجهد هو وسيلة عمر الشهادة التي نحن أخذناها زي ما كان الدكتور غسان بيكلم هي الغاية أبدا غايتنا لا تنتهي إلى أن تنتهي مرحلتنا في العيش في داخل هذه المعمورة فتقابل الله سبحانه وتعالى بما قدمت بما قدمت ها؟ بما قدمت وما تقدمينه وما تقدمونه وهو شهادة الفقراء والمساكين لنا شهادة المحتاجين لنا شهادة الغرباء والنزحين واللاجئين لنا هم الذين يشهدون لنا لا معهد قطر ولا جمع برمنجهام ولا أي حد هذا الفقير وهذه الأرملة وهذا المسكين وهذه اليتيمة هم الشهداء لنا وهم من سيدفعون عننا أمام الله يوم القيامة وسيدفعون عننا البلاء في الدنيا في صحتنا وفي أموالنا وفي أولادنا وفي أذهاننا إلى آخره فأنا حينما أتحدث معكم لا أريد فيكم ولا واحد ولا واحد وأنا بقول لك أنا مشحون دلوقتي بقوة إيجابية منكم منتم شوف أنا أعب بأخذ بص يا بتقعد الميل بشريبي عمله كده واتحكوا عليك ويأخذ فلوس بعدك حبة قوة هنا لو سمحت حبة قوة احدافي احدافي فلذلك أنت في خير عظيم إن علمت على ماذا على ماذا ستكون رسالتك العمل الإنساني رسالة ومهمة وليس وظيفة وعلاوة اللي عايز يأخذ فيكم عمل إنساني عشان يأخذ له وظيفة وإنما أخذ الشباك مفتوح والباب مفتوح وشهادة اللي هتأخذها ولا تساوي تأتي مليم ولا تساوي يا ما ناس واخدين دكتوراه قيمتهم في الحياة لا تساوي إلا صفرة على الشمال ولا صفرة على اليمين اجعل الدكتوراه واجعل علم وسينه لكي يردى عنك المستفيد أو اللي هو اللاجئ والشريد فيردى عنك الله سبحانه وتعالى ده العمل إنساني ده العمل إنساني مشينا وبعدنا قمنا أو قعدنا هو ده العمل إنساني العمل إنساني محور لتغيير حياة الشعوب إلى الأحصر وإلى الأفعل نفعل فيه الشباب دلوقتي أما أتكلم أنا وأنا جاي من باكستان في مية وسبعة مليون شاب في باكستان مية وسبعة مليون بلد واحدة بس هنعمل فيهم إزاي هم في سنكم إيه برنامجنا ليهم إيه رؤيتنا ليهم هل هم دول حيكونوا الأسد بتاع باكستان ولا لأ أم حيكونوا أدوات مدمرة المجتمع والمجتمعات اللي حوله عدد الشباب اللي موجودين في العالم العربي كله ما لا يقل عن مية وخمسين لمئتين مليون شاب زيكم هنعمل بيهم إيه لابد أن نبني بيهم حضارة ونبني بيهم نهضة ونبني بيهم أمة ونبني بيهم علوم ونبني بيهم معرفيات ونبني بيهم حلول ونبني بيهم قيادات ونبني بيهم مجتمعات ودول ونحارب بيهم الإرهاب والتطرف والرجعية إلى آخرة إلى آخرة فلذلك لما ننظر إلى ما نتعلمه من علم لابد أن يكون وسيلة لبناء مجتمع وما أتوا الرسل عليهم السلام أجمعين صلى الله عليه وسلم أجمعين إلا لبناء المجتمعات بناء المجتمعات في كل مكان كنت أنا أتكلم في العراق عن دولة الميسيبوتاميا بين النهرين أنتم أصحاب أول مجتمع بنية في العالم وأنتم أصحاب الكتابة كعرب في هذه المنطقة اللي هي ما بين الرافضين وأنتم أصحاب الحضارات دي كلها فإزاي نوصل لإحنا وصلنا له ده إزاي أنا قلبي بيوجعني وأنا بكلمكم إزاي إزاي يقيموا حضارات على دفاف الأنهار وحضارات راسخة وثابتة وقائمة إلى يوم الدين وإحنا شفناها وإحنا شباب ضايعين ليه؟ ليه؟ ده السؤال المحوري اللي تحولوا فيه رسالتكم إلى عمل منهجي نستطيع أن نقيم به المجتمعات إحنا عندنا حصيلة كبيرة جدا من العلم بس ما عندنا استقف أنفسنا الثقة من الإيمان كلما ازددنا إيماننا بربنا إيماننا بمجتمعنا إيماننا بقيامنا إيماننا بثقافتنا إيماننا بتاريخنا إيماننا بحضرتنا استطعنا أن نقف على أرض صلبة لكي نستطيع أن نغير بها مجتمعنا والمجتمعات الأخرى إيجابيا أنتم هؤلاء أنا في الأحمر الحالة العمرية التالتة من عمري مش هعيش زي ما أنتم عشتم لكن حذاري 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 أن لا تفعلوا ما عاجزنا أن نفعله حذاري 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 أن لا تعلوا بناء نهضة الأمم التي أخفقنا في إعلاء بنائها حذاري أن تخدعنا المراكز وتخدعنا الألقاب وتخدعنا الأموال حذاري أعظم من يستطيع أن يدعمكم هو الفقير أعظم من يستطيع أن يقف ليدافع عنكم هو الفقير لذلك حينما نجعل من أنفسنا القائمين القائم عن الأمم المسكين كالقائم الذي لا يفتر والصائم الذي لا يفتر شفتوا الدبع أنت بتقيم الليل ولا تتعبي وأنت بتصوم النهار والليل ولا تفتر هذا إن أقمت نفسك على حاجة المسكين وحاجة الأممال وهو العمل الإنساني اللي بتتكلم عنه أخونا غساني نعم الإنساني وسيلة مهمة جداً لدخول الجنة وسيلة مهمة جداً لرضاء الله سبحانه وتعالى وسيلة مهمة جداً لبناء المجتمعات أبعاد العمل الإنساني متباينة ومتمايزة تستطيع أن نبني منها رئيساً للجمهورية ونستطيع أن نبني منها وزيراً ونستطيع أن نبني منها أستاذاً ونستطيع أن نبني حكيماً إلى آخره إلى آخره ده العمل اللي أنتو مكلفين أنتو قوموا بيه بعد ما ننتهي من الدراسة في العام القادم إن شاء الله أكمل فضل دكتور طيب نحن فضل دكتور مش حادث حدث حدث لا أنا كذا حدث الآن يعني الدكتور يعني حب أن يحكي فيك ويوفر عنوياتك ويدخلكو على تبع العمل الإنساني بس نحن أهم حاجة ما بدنا نضيع الفرصة مع الدكتور أنه نطرح عليه تساؤلات اللي تعكس كل اللي تعلمنا معنا يعني بعض الوقت نطرح عليك تساؤلات دكتور أنا هي أها فضل يا وسيم خليه خفيف على يا وسيم أنت أها الكلام اللي عكنا اليوم دكتور هامي لديني قصة على كل يعني يعطيكو أمثلة إن شاء الله على كل شيء تكلمنا على الكافلاتي هونيتيريان إيد الناس اللي في نيروبي أها والناس بتموت في الصومال نعم على المقاهي على كوستا غنيف إذا نسميه تكلمنا عن كيف الناس زمان كانت تتباهة بين التصاوى مع المجاهدين في أفغانستان بعد كده صارت الصور مع المجاهدين دخل السجل دخل السجل دخل السجل تكلمنا عن كيف صعوبة مع هذا العصر اللي احنا بنعيش فيه إنه الناس تتحاشي أنها تعمل في أماكن صعبة نعم لأنه بخاف الواحد من إنه المؤسسة تعاقبه إنه الأمم المتحدة تعاقبه إنه بعد كده يعرض للمسائلة القانونية بعد عودته إلى بلاده سواء في الميدل إيست أو سواء في أوروبا والولايات المتحدة فلدينا الكثير 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 من الأشياء اللي ممكن يتساءلوا عليها شكرا تفضل دكتور نبدأ فيك وسيمة تفضل شكرا دكتور هذا معنى الدكتور في المؤسسة الأخضاء عمال إنساني من خلال دورك كردينس للمتحدة شفت أن المركزكم كان عنده تقريب ما قاله أو اثنين مع الودي آي التي هي الـ HPG بخصوص تحديات لوجهة العمال إنساني بعد قوانين إرهاب يعني من خلال خبرتكم الميدانية كيف أثرت الحرب على الإرهاب على واقع العمل الإنساني ويعني مؤسس العمل الإنساني سواء الأممية أو المحلية هو الحرب على الإرهاب حرب يعني لا تعرف أولها من آخرها لأنه لا يوجد اتفاق ضمني على تعريف الإرهاب يعني فهنا دخلين في حارة اسمها حرف الفنكوش الفنكوش هو أن أنت ماشي بتحارب شيء أنت مش عارف هو إيه حارة اللعبة الأفضل بغض النظر هي حارة أنا مسميها حارة ليه أنت مش عارفة للمنتج إيه يعني عاد الإمام لما كان في الفيلم بتاعه اللي هو بنتكلم عنه ده قال له يا أخي اعمل أي منتج وسميه فنكوش كفاءة أنك بعت شيء مش موجود لناس ما بتفهمش شوف أدي إيه أنا بتكلم عن إيه أنا بتكلم عن إحوار راقي في مشهد درامي لواقع حقيقي مؤلم الآن بعد الفيلم ده متعامل بعشرين سنة أنا مش هكون في فنكوش أنا أقول لك الحرب على الإرهاب قود اللي لم يكن كل فأغلب العمل للمؤسسات العربية والإسلامية اللي اسمها إسلامي وهنخلين في هذه المساجلات لدرجة نحن في يوم الأيام في الفين وثلاثة أو الفين وربعة أنا عملنا لحاجة اسمها أرم أرم ذا مسلم تشالتي ما هذا يعني يعني إيه ألاو أر ريجوليت أم مونيتر أنت وانت بتمنعني أن أحاول أموالي والنهارده اتش اي س بي سي واتش بي بي سي والحاجة التي تقفل تقفل حساباتي أنا وتفضحني وتشلني لما هم عاملين مع بعض المؤسسات الفلسطينية في بريطانيا لماذا ما فيش ولا مؤسسة من دي يعني ثبتة عليها أنها إرهابية على الإطلاق على الإطلاق فليه البلوك تقفل حساباتي إلا أنها حرب فنكوشية لكي يقودوا قوة العمل الإنساني الخارج بثخافة مختلفة جديدة دي نمرة واحد وللآن المعارقة دي قائمة أو المساجلات دي قائمة ولابد يمكن لها حل لابد للدول نتقف وقفة رجل واحد لكي نستطيع أن نخرج أبنائنا من الأمة العربية لكي يكون لهم دور إنساني رائد على مستوى العالم ، فمع lett Jar chew لماذا تكفل أحادية في الفكر؟ وأحادية أنا عندي ثقافة إنسانية أنا عندي قيم إنسانية تعبر عن قيمي تعبر عن تاريخي تعبر عن حضارتي تعبر عن ثقافتي تعبر عن ديني لماذا لا أصبح أنا قائداً عالمياً وتتبعني أنا كما كنت أنا تابعاً لك بالأمس ده المحور الأساسي أنه إحنا كأبناء لأمة عربية وأمة إسلامية لابد أن نضع هذه الأتر لكي نستطيع أن نغير هذه السياسات التي تتحكم فيها بعض الدول دي نمرة واحدة العمل في المناطق إسراعات ليس لكل واحد حيفهمها وذلك أنا بقى أحذر المؤسسات الصغيرة اللي راح تشتغل في مناطق فيها سراعات مصلحة إنها تتوخى الحذر لأن الداخل مفؤود والخارج مولود واللي بيكتب عنك تقارير بسم الله ما شاء الله أنا دعيت كذا مرة أنا خشي سوريا من أربع خمس سنين رفضت أما كان بباب مفتوحة رفضت وقالتوني لا يمكن حقشها ليه حتلعوا سورتي فوتوشوب في أي حد عادي دلوقتي أنا ممكن أقول لهم أنا عادي أخش في سوريا وطبعا طلبت أنا أخش في سوريا عن طريق دمشق مجاليش التصريح واللقات اللي بقول لهم لو أنا هخش لازم يجي تصريح أمني لما أنا روحت لبلوشستان في باكستان التصريح الأمني عشان أخش ببلوشستان خد تلات شهر ونص لأن دا بيكلم دا بيكلم دا بيكلم دا عشان يطلعوا عليك أنت كليرانس فلذلك العمل الإنساني مهم جداً والحرب عليه مهم جداً 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 ولابد إحنا ندرك عظمة وقيمة هذا العمل لكي لا نخطئ فلزاماً علينا أن لا نخطئ بنية حسنة في العمل الإنساني خاصتها في مناطق الصراعات كانت زمان في الشيشان أو دلوقتي في غزة أو دلوقتي في سوريا أو في اليمن أو إلى آخر حذاري لأي شاب منكم أنتو ينزل كده بعفويته وأريحيته دون أن يحتاط لمن يروا ومن يسمعونه فيخطئ خطب يعني بسيط يعني تقفل مؤسسة لأن اللي بياخدوا القرار رجل فنكوشي يدعي الفناكيش كقوانين فلا نعرف كيف نفنكش أو نتفنكش تفهمتي حاجة؟ أه طبعاً أنت طبعاً فهمة كل حاجة أنا اللي مش فهم بقى أنا نفهم تبقى أنت إيه تفهم؟ أما أنت أصدق أنه في الآخر أنه إحنا ما ننزل طالما في قواعد اللعبة وإحنا مش عارفين إيش فالأفضل ما نتدخل حضر قصة أنه إحنا ممكن دافعنا كشباب ننزل على هذا الفين وإحنا محبين أنه إنت أهم لك إحنا في الآخر ما لدينا أي دراية بالمجد يعني خلي بالك في ماتق السراعات هي مناطق استخبارات مناطق أمنية بدرجة رؤون ومناطق تنظيمات مسلحة إلى آخر فس في أخونا هين للأبلة لا هي بنفس المنطقة هيك بس أطبع محوم الدكتور عندي ترد أسلالة بس حاطيك لأن سواليا طهيب أول حاجة لا تتخلى عن المناصرة للأدفوكاسي اللي إحنا بلا استثناء أغلب مؤسساتنا اللي لم تكن كلها ضعيفة جدا 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 فيما نقول عنه الأدفوكاسي ولا نصف عنها الأموال تيجي الأموال لسوريا أكد شر بنائم إيه لبس نقول لهم أدفوكاسي يعني إيه أدفوكاسي مناصرة يعني إيه مناصرة ريسيرش يعني إيه ريسيرش؟ أبحاث فده الخطورة أن إحنا عندنا قضايا عادلة نحسب هذا أمام الله سبحانه وتعالى فقية اجتماعية لأننا فقيه مجتمع ولا استفقيه إيه شرعي أننا أخد ثلاثين في المئة من هذه الأموال اللي هي المنتيني ريسبونس اللي هو الإغاسة العاجلة أبني بها المجتمعات وأبني بها القدرات وأبدل عمل التنماء في المناطق اللي مفاش حروب ولابد أن نعلم نعلم وننور ونرفع وعي المتبرع أن ده إذا ما كنتش أنا صرفتهم على المجتمعات المحلية علشان أبنيها السبعين في المئة والخمسة في المئة منها قد ضيعوا أخبرك دي نعمل إيه ده فأنا عايزة أمشي للوقتي وأنا في عز المعمعة بتاعة المواصلة اللي هي الحرب والحاجات دي كلها إن أنا أقول لهم لا أنا حاقد عشي إلى تلاتين في المئة أبني بها إغاثة إغاثة ما يسميها متنوعة أو متميزة لبناء قدرات المجتمعات المحلية لبناء الجمعيات لبناء المجتمع المدني وكذلك في عمل تنموي في منطقة مفاش حرب ده فكري أنا الشخصي عشان أغيري أنا كلمت عن الادفوكاسي المناصرة كلمنا عن الأبحاث ما فيش دولة في العالم أنا مؤسسة دولة من العالم حتيجي تستمع لك خطبة أبدا تقول لك هات ما عندك إيه الأرقام بتاعتك الإحصائيات بتاعتك الأمر الرابع اللي هي تنك تنك يعني إيه بالعربي اللي هو الملاكز الفكرية والنقاشين ما عندناش كيف أنت حتطلع أفكار جديدة من غير ما تنمي ها مثل هذه أتنضج ها داخل مؤسسات لها الأمر الخامس لابد أن نؤمن بأننا علينا أن نبني مجتمع مدني ومؤسسات مجتمع مدني وأن نجعل كل مواطن قادر على أن يبني مؤسسته وينعم من خلالها بتحقيق أهدافه لخدمة المجتمع يبقى عندك خمسة البحث والمناصرة واستقطاع جزء من الإغاثة اللي هي العاجلة واللي هو اللي أنا قلتها في الآخر هي المجتمع المدني وابناء المحليات خلاص الأخت وبعدين الأخت الأخت وبعدين الأخت حاضر أولا مشكوة كان الدكتور على قدرين كيليون سؤال حصاري يعني دائما ما يتم توجيه أصابع الانتهام لبنظمات الإغاثة ومش بس الإغاثة الإسلامية في شكل عام الإغاثة اللي هي الفيت بيست على الإسلام أنه في قيادات يعني الهدفة لأحزاب سياسية دائما مكثول المناصب العليا في بنظمات الإغاثة الإسلامية إذا أي مدى يعني الانتماء برضو يعني خلينا نحك الداعم دائما اللي يأتي لهذه المنظمات هو كل من دول لحظة نفس الانتماءات السياسية لهذه الهدفة هل تقيم الحيادية المنظمات الإغاثة الإسلامية مقارنة من منظمات الدولية ومنظمات الإغاثة أي شيء؟ هو الحيادية ولكن هناك حيادية ثانية اسمها عدم الحيادية دول أمرين يعني صعب بتحقيقهم في كل المؤسسات حتى المؤسسات الغربية لأن أنا كمؤسسة غربية عندي فكري بتاعي عايز أن شروع عندي ثقافة بتاعتي ما نسميها ثقافة المانح ثقافة المانح لا تقتصر على مانح غربي أو مانح شرقي أو مانح من مؤسسة أو مانح من حكومة كل حكومة من الحكومات عندها دائلة تنموية زي ما نحن عارفين ذكر أسماء هذه الدوائر التنموية اللي تتخدمونها أموال بتنفذ سياسة الخارجية لحكومتها ففين الحياة دي؟ ففين الايه اللي هو لعدم الانحياز؟ فلما ننظر إحنا في معايير إنسانية لابد نتوقيها وبرك أننا ما نضعش من هم على رؤوس عمل سياسي على الإطلاق أو عمل زي ما كان الدكتور غسام بيكلم أو عمل ديني دعوي فاقي على الإطلاق في قيادة مثل هذه المؤسسات أنا أفصل ما بين الدعوة وما بين العمل الإنساني العمل الإنساني هو دعوة دعوة لبناء المجتمعات هو دعوة الإيمان بقيم وثقافة وأخلاقية المجتمعات هو دعوة للحفاظ على طريق مثل هذه المجتمعات فلذا، أنا أتكلم عن إيه؟ أنا أتكلم عن في م headers للعمل الإنساني مرفوض 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 عسكرة العمل الإنساني احنا في دهاد من عشر سنين قلنا مرفوض 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 يعني كون العمل الإنساني يتبع جهة أمنية مرفوض 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 لماذا؟ لأننا بخرة الحبل بالنابل يعني ما بدرم المسألة في أفغانستان لما كان في بعض الجهات العسكرية تريد أن تذهب معنا رفضنا أبدا ليه؟ لأن تحترك بركب مدني النهاردة معنا تاني يوم وحترك بركب داني أنا مش عادي الفلوسكم ألف سلامة في أحد الدول دون ذكر الأسماء وإحنا في باكستان قالوا ناديكم فلوس بس نصور معاك قلنا لهم لا مكاتب بتاعتنا حتتفكر في أفغانستان مع السلامة لابد يكون لك شخصية اعتبارية في أحيثية تقول لأ لأ يعني لأ وذه اللي بيحافظ على حياديتك واللي بيحافظ على اللي هو عدم انحيازك للمال فإنحاجي دايما للفقير واللي في مصلحة الفقير هو اللي حينجحك في الآخر فأنا بقول لك أنا بقولها قبل كده كده مرة وحقول لك خمسين مرة لأن لو أنا عسكرت العمل الإنساني هيبقى العمل الإنساني والعمل الإنسانيين تارجت لكل الجماعات اللي هي بنحط عليه علامة التفهم في مناطق الصراعات المصلحة في أي مكان في العالم فأنا حنقى بنفسي عن العسكرة وعن أننا أتبع جهة سياسية أو أتبع جهة كذا كذا لأننا بتعتر العمل وننصح مثل هذه المؤسسات جزاكم الله خير اخرج مش محتاجينك اخرج مش محتاجينك اخرج مش محتاجينك لأنك حضر لي العمل في واقع الإسلام وفوبيا اللي احنا عايشين الوقت وفي واقع الحرب على الإرهاب اللي احنا عايشين الوقت وفي واقع الحرب على كل شيء فلذلك إن أردت أن تنقب العمل الإنساني فحيديه عن بعض هالناس وجزاكم الله خير وعت القيادة للشباب الصغير عشان يقود العمل الإنساني بفكر جديد فضلي شكرا عافية يا دكتور الكلام اللي حدتك حكيته جهد وإنه إحنا بحاجة لأننا نحن نعزل أنفسنا عن كل شيء بداية بأننا نكون حياديين بداية أن نعزل حالنا عن الأشياء الضربين وحضرتك حكيته المجوهرية إنه إحنا فيه إنا أوحادية في العالم في العمل الإنساني وفي المتاج الفكري وما إلى ذلك لكن اللحادية هذه فعليا لكي نواجهها نحتاج إلى جمعية هل نحن نجتمعين لكي نقابل هذه اللحادية حتى دور المنظرين العرب دائما حتى لما بحاولوا أنه بجهودهم الخاصة أنهم يكتبوا في مجال الماء أو يناثروا لمشكلة ما أو يحاولوا أنهم يحلوا لمشكلة ما تلاقيهم أنهم فعليا لا يستطيعوا ذلك بل بالعكس أنهم يطفوا على السطح بدون أن ينزلوا لأصل المشكلة أو يعطوها بشكل مستقل فأعتقد أنه لو إحنا فعليا بدنا نواجهها لأحادية عن جد أنه إحنا بحاجة أجمعية لكن هذا لا تشألهم أنت بحاجة إلى ما نسميه اقتلافات ومنتديات واتحادات وبناء شبكات هذا اللي إحنا بحاجة ليه إحنا عندنا آلاف الجمعيات آلاف الجمعيات لما بدأنا في 84 زي ما تبتولي بيتكلم ما كانش فيه جمعية إسلامية إنسانية دولية في أوروبا كلها كان فيه واحدة أو اتنين في أمريكا ولسه مش مواجد مش عارف مواجدني ولا مش مواجدين لكن إحنا لوصلنا للمرحلة لابد نبني اقتلافات بيننا ومن بعضنا عشان الأبحاث التي تتكلم عنها دي تستطيع أنها يكون لها قوة تعرف إحنا مشكلتنا إيه أخت إسراء مش إسراء 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 إحنا بنيجي هنا هو هاتلي عنده كشف بتاعلي بتكتوه بيها دي ما فيش طب مش مشكلة إحنا بنيجي عشان نطلع نطلع تصريح ما بنستشدش اللي حوالينا من الجمعيات فإحنا عايزين منعمل سبق صحفي ليه نحن عشان جمعيتنا تكون هي الرائدة غلط قرارك واللي هو السابق اللي هو الستاتمنت ده مش هيغير في الأمر شيء لما تعلمنا وكان دكتور غسامبي دايما يعلمنا الأمر ده أشيروا علينا أي أرقام فبنبعث التصريح الصحفي بتاعنا لخمسين ستين جمعية دولية يتأخر أسبوع أسبوعين ثلاثة عشان كل واحدة فيهم تمدي عليها وتعدل فيها فيطلع البرنامج بتاعتك أو التصريح بتاعك مدى عليه خمسين جمعية هنا رأيك حيستمع لما تعملي مؤتمر مش مهم منك تعملي مؤتمر باسمك المهم منك تعملي مؤتمر يكون لك فيشه ركاء عملنا مؤتمر غسامبي ديكتور غسامبي عارف عنه في بريطانيا أيضا كان فيه خمسة لثلاثين شريك أقل شريكا أكبر من المؤسسة اللي هي صاحبة فكرة المؤتمر لكن نقولك لأنهم حسوا أنك بتديهم الأرضية بتديهم ملكية لفكرة المؤتمر خدت بالك فبناء الشركات بناء التحالفات يعني اللي أنقذ الإغاثة الإسلامية في ألفين وواحد إن احنا فتحنا الأبواب عشر سنين قبل ألفين وواحد ما تيجي من قيم حرب البوسنة دخلنا على المؤتمرات قعدنا مع ده كلمنا ده كذا 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 فلما جات ألفين وواحد ما عرفوش يقصوها أنك فيها ستعرفوك أول عتنتظر لما الحدث القليم يحصل وتبديل الشركات الشركة تبنأ من يوم ما تبدعي في العمل إنسان تعرفي أنك لن تكون قادرة على أحداث أي تغيير وحدك مهما نعزمت يا أخ مهما نعزمت ميزانيتك لو كان ميزانيتك مليار دولار ولا تسوي شيء وأنا بقول لك ولا تسوي شيء تحالفاتك مع من يتحدثون عنك في مجالسهم الخاصة هي التي تدفع عنك الأزم ها النتواركينج والكومونيكيشن والنتواركينج والبارتنرشيب والكوليشن بصول الله إحنا مغفرين جانب التين مهم اللي هو الجانب السياسي اللي أنت بتتحدث عنه هو ها فالجانب السياسي حيؤثر فيه تحالفاتك مع المؤسسات الإنسانية حتى عليك نفسك مقبل طيب خلاص الأخت اللي هنا سؤالي دكتور حضرت بجاية حديثك أشارتي لأن الاحترافية أو الوفيشناليزم مش شيء شرق أساسي وإنه في نفس الوقت كنت من مؤسسين تحويل العمل الإنساني لعمل مؤسسي في الإسلام الكريم وحالية في المنتدى الإسلام يعني هذا كل عمل هو يعني نسميناها تسمية ثانية مؤسساتي بس هو أساساً احترافية كيف ممكن يعني نأسسه عمل مؤسسي بدون أكاديمياً إنه هو يكون في أكاديميات وتدريس وشهادات وإنتم لما بدأتوا في العمل المؤسسي كيف كنتوا في الهائلين بالذات تقيموا في الأشخاص مختلفين أولاد إحنا مرينا في المسيرة من الصفر يعني مسيرة إيه؟ مسيرة أنا كنت بشير الزبالة والملابس القديمة وكذا ومكانش عندنا مكتب وتعلمنا باي ديفولت الأخطاء بتاعتنا أخطاء كان ممكن تقفل مؤسسة وأخطاء حفظ عن مؤسسة وإنجازات عملناها فإحنا مشينا من الصفر فاللي بيمشي من الصفر ده المفروض يرجع بعدك ده هو يقول لا ده مفروض اللي إحنا أخطأنا فيه أنتوا متخطوقوش فيه العمل الأكاديمي مهم لماذا؟ لأنه هو بيكون جزء من صناعة القرار أو التأثير على صناعة القرار ما حدش حيجي يسمع لك لحكومة ولا مؤسسة دولية إلا ما يكون عندك ولقة أكاديمية بناء على النيز أسس من بتاعتك أو القالية بتاعتك أنت نفسها فبالتالي أنت بتحولي فكرة المعاناة في بلد ما أو فكرة اللجوء أو فكرة النزوح أو فكرة كذا 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 إلى ولقة بحثية أنا مش حارف أعملها فلابد أتحالف مع جهة أكاديمية جامعة أو مركز أبحاث زي مثلا المركز عندنا هنا فالأكاديميات إحنا نغفلها وده من أساس انكفاءنا اللي هو بنسميه الانكفاء الفكري في العالم العربي أن إحنا لا نؤمن بالأبحاث ولا نؤمن بالأكاديميين ونتريق عليهم لا أنا عايزهم لأنهم ما بيعملوا شيء أنا مش عارف أعملوا فلذلك تحويل الفزعة الإنسانية اللي إحنا قمنا بها من 35 سنة إلى عام المؤسس دواجب ده فرض عين لأن أنا لما كنت في أيامي صليتي على النبي عليه الصلاة والسلام كانت ساعتها الدنيا ربيع والجوء بديع وصلمني على كل المواضيع وميني سعاد حسني مش كده ها ياه ياه يا وادية تقيل أنت لواد تقيل بقى واد تقيل تدفع الشيك يا سكر من غير فلوس لا وشيء من غير سكر ممكن يعني فالمنازل المساء في التمينات كان الحرب على الإرهاب مش شبه مش موجودة الإسلاموفيبيا كانت صغيرة تصنيف الناس كان كذا 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 حاليا زي من دكتور غرسين كما يتكلم في الأول لابد أن تكون يعرف أن تتعامل العالم اللي أنت عايش فيه أبعاده وأختاره هي إيه فما ينفعش اللي احنا عملناه في التمينات نعمله بالزبط في الألفية دي أو ما بعد لكن 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 فرض عين علينا أن نذهب لكل المحافظة الدولية اللي نتعلم ثم تسمع عرقنا لما احنا في المؤسسة اللي أنا كنت فيها قبل كده ودكتور غرسين زيخرة كنا بنروح نسمع عدنا نسمع تاعة أربع سنين قبل ما بدأنا نتكلم وبعدين بدأنا نؤثر على القرار بعين بقلنا شباب من الشباب شغالين في مثل هذه المؤسسات وهكذا فشوف المسلية ماشية ازاي قبلك من السماع للمشاركة لطروح الأراء لإبداء الأراء لعمل المبادرات لإفراز قيادات تكون موجودة في مثل هذه المنتجة اللي نتكلم عنها بس هنتجت دكتور من العمل الإنساني في زمن الهواية في زمن ايه؟ في زمن الهواية أفضل ولا في زمن الإحجاء؟ وقعت قلبي طبعا أنا ما بتكلم عن التمنينات ما كانش عندنا لكده كده الروح اللي إحنا فقدناها إحنا المفروض يكون عندنا العمل الإنساني أو العمل المؤسسي زي العجلة اللي هي لها البايسكل اللي هي إيه؟ عجلة فيها الروح والقيم والأخلاق والثقافة وعجلة فيها اللي بتكلم عنها the structure and the policy and the procedure والحاجات دي كلها إحنا ولأسف ماشيين ولا the structure لما دخلنا في الحرفية اهتمنا بال the structure and policy and the procedure وانسينا الروح الخيمة بتاعة بتيجي منين يا أخت نجوة بتيجي منين يا أخت نجوة بتيجي من أنت لما تعودي مع امرأة أرملة وتبتسم في وجه ابتسامة بترفع روحك المعنوية للسماء مش هتلاقيها دي في لابد وإحنا بنأسس المؤسسة بتاعتنا أدي العجلة وأصف عليها إكس وأدي العجلة التانية وأصف عليها واي والاتنين يمشي مع بعض عشان تستطيع تحافظ على الروح داخل الجسد الجسد بتاعي فيه رجلين وفيه إيدين وفيه دم وفيه قلب وكذا 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 فنفخنا فيه من روحنا من غير الروح ميت مش كده مش راحنا عارفين كده لما إبليس دخل وتفرج على سيدنا أدم هو على يعني لسه قبل أن توقع ربنا سبحانه ينفق فيه الروح ما بيتحركش فالروح اللي انت هتحطيها دي دخلت في كل جزء من ذرة أو كل يعني نوافل دخل الظرة دي علشان تحرك جسد سيدنا أدم فيتحرك الستركشر بتاع المؤسسة بروح المؤسسة إذا لم تستثملي في روح المؤسسة هتبقى المؤسسة دورماند نايمة كده وصعب نتحركيها ودي وده التحدي بتقولي بقى مؤسسة دورماند تعرف مؤسسة دورماند مؤسسة دورماند معناها معناها الالتزام بالأداء معناها الالتزام بالمعايير معناها الالتزام بالأخلاق معناها الالتزام بالروح معناها الالتزام بالثقافة معناها احترام للفقير والمارمرة والمسكين كل هذه الاحترامات هي الحرفية انا ازاي هخش عليك وقال لي كده ان شكل مش عقباني ليه ليه انا بلبس اللبس ده بلدي وعاش كده بقلي خمسمائة سنة مين انت عشان تيجي تقول لي شكل ومين انت عشان تيجي تفو يعني انت عارف انا بقول لك اه انا قلتها ايه الناس اللي بيجي يغيروا ثقافة المحتاج تغيير ثقافة المحتاج هي تعتبر في نظري انا جريمة ضد الانسانية انه محتاج فتيجي تغير دينه او تيجي تغير عقدته او تيجي تغير تقافة مرفوض 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 فانت كعملة انسانية لابد تحفظي على الروح اللي تجعل من عملك المؤسسي شيء له قيمة وزرع لا يندب معينه واضح يا نجوة طيب فيه اخونا تاني انت منين واختبع غزة دول يعني الحمد لله وانتي معاه وانا من غزة طيب تفضل وعدنا هالأختين وهي تخشي الاولى عشان انت اتكلمت قبل كده تفضلي انا اخبرك عن العمل الانساني انا حاليا تصورك لمستقبل العمل الانساني كيف تحكونا حاملك لأسامة العمل الانساني ومأسس اكدر عم بيواجه مشاكل نظرا للحب على اللقاء وكتر اشياء وقلة الموارد وكتر اشياء ومستقبل كيف متوقع او تصور عايز تقول حاجة حاضر 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 طيب احنا بدأنا في التمينات ما فيش اي ميزانية ما فيش اي ميزانية حوصلك الوقت ما فيش اي ميزانية ما فيش مكتب ما فيش كرسي ما فيش تليفون ما فيش فاكس ما فيش كمبيوتر ما فيش حاجة خالص الا عنوان كنا بنمشي في الشوارع بايدنا ورجلينا كانت زوجاتنا في البيوت بتكتب النداءات بتاعتنا كان فيه اخت فلسطينية واخ فلسطيني معايا يعني هو من الاصل الفلسطيني هو كان ماسك المال وانا كنت ماسك اللسان وزوجته كانت هي ماسكة الاسواق الخيرية كنا بنمشي في الشوارع نعدي على الدكاكين بنخبط على البيبان نوزع الأوراق واحنا بندس في الدكتوراه هو كان في الكيميا وانا كنت في الايه ده العمل بدأناه ازاي العمل بيتطور مع اتطور المجتمع حذاري انك المجتمع هتطور وعملك يبقى ايه راكت حذاري هتبقى انت في معزل عن المجتمع على الاطلاق معزل مطلق عن المجتمع فكل ما بتمشي بترتقي يعني مثلا احنا بدأنا نهتم بالماليات والحاجات دي امتى في منتصف التسعينات لما حصلت لنا مشاكل فاسسنا ادالة قوية جدا للمال ثم دخلنا في التنمية ثم دخلنا ثم دخلنا ثم دخلنا ثم دخلنا فكل يوم انت بتشوف المجتمع في ايه تتطوري معه حاليا الثورة المعلوماتية اللي عندك وقوة اداء الشباب على الارض هو ده اللي ممكن تستفيد منه واخد بالك سرعة حركة الشباب لابد انت توجهيها بمعنى ايه بمعنى هما يعني اقول انا ايه اقول مش عايز اقولك كلمة البلد اللي انا كنت بقولها اربعي سخاب اه لا في حاجة تانية انا هقولها بس ما تزعلوش مني انا زي الام اردع ابني فالرضاعة دي بتديني كل الجين بتاع الخبرة بتاعتي لان انا عندي في العمل الانساني انت عندك 40 سنة انت عندك 50 سنة انا عندك 30 سنة لابد ده انت تخديه تخديهش في معايشة تخديه في سفر تخديه في لقاءات تخديه في اسئلة عشان ما تعملش الاختاء اللي انا عملتها من 40 سنة بالتالي فعصك اللي هو التكنولوجي ده يبقى انت يوقف على ارض صلبة عارفة كيف بنيت المؤسسات من الصف وكيف ترتقي انت بهذه المؤسسات في العصر التكنولوجي الى القمة ويكون لك رأي ويكون لك مهم جدا يا اخت ها سارة سارة واسراء ونجوة ومن تاني نسرين ربا رشا رشا دي رشا عارف رشا احمد حلمي بردك ها تعال 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 ايه اما هو تمح تعال فاما نرجع مرة تانية انا نسيت او الله اللي كنت حقول ايه لكتب قولي قبل كده الام اما نرجع لا اللي انا عايز ايه ان انت تحس انك ليك دور بس ده لانا انا عايز اقول حذاري يا شباب انك تعيش في الدنيا دي ملكش دور حذاري سواء كان في العمل الانساني او العمل الاجتماعي او العمل السياسي او العمل الاقتصادي او العمل التربوي او العمل التعليمي او العمل الدعوي او العمل حتى في الفنون والاداب والحاجات اللي كلها او العمل الدراماتي او العمل الموسيقي الى اخره لابد يكون لك دور لابد يكون لك بصمة ما ينفعش انت ابن امة كانت لها دور في الصناعة تنهضة في العالم كله فانا ما خش في العمل الانساني واخد الماجستير من المعهد انا هعمل بالماجستير ايه ايه هو الدور اللي انا هقوم بيه لابد حذاري ما يكون نكوش دور لماذا لان انا عايزك انت اللي بيعتروا المنصات دي ويقفوا المجتمعات الدولية والمجتمعات الدولية اقل منك بكتير والله اقل منك بكتير الا انها ازمة ثقة عندنا ازمة لغة مش عارفين نتكلم ازمة يعني ايه زي ما تقولو معقولة هيقبلوني لا انت ديك دور انا بتكلم انجليزي بلهجة مصرية يعني لهجة بتاعتي واخد بالك لكن اصبح ليا دور لان انا مؤمن ان انا عايز بقالي دور فما نرجع للمستقبل انت من دلوقتي المعهد الدك منحة ها حول المنحة دي لفرصة لبناء المجتمع من خلال دور تقومي بيه ان شاء الله يكونوا الدور تقدي كده هتحسني فيه هتغياري لكن تعيشي من غور الدور ابدا لن اسمحلك وانا متحديك ايه مش انت تديد انتقل ايجابية مو لازم كده اخونا وانا اختنا وانا نحقي لك ان شاء الله بس هم اتكلموش بس هو الخطاب الديني خطاب عاطفي واهم شيء فيه لقلب الاموال وقلب التعاطف مع المؤسسات انا مفروض مع الخطاب الديني احول اجلس مع هؤلاء الشرعيين او هؤلاء اللي هم رجال الدين اعلمهم ايه ابعاد العمل التنموي وايه ابعاد العمل الانساني وايه ابعاد الخطورة على ان لو كان خطابنا الديني صارخ هيوقف العمل التنموي والعمل الانساني انا وظفتي ان انا اجالس هؤلاء لانهم اصحاب مجالس يلتف حولها الملايين يعني لو انت جيت عدت عدد المؤسسات الدينية او المساجد اللي موجودة في بلد من البلدان هتلاقي بالألاف أو عشرات الألاف أو مئات الألاف وعدد الجمعين تكون الألف والألفين فهو عنده كونستيوانسي قوي جدا فأنا لابد أن أصالح هذا الإمام أو هذا الداعية أو هذا الشيخ بحيث أن أنا أحول خطاب الديني بتاعه إلى أن أنا أعمله خطاب إنساني قيمي مجتمعي أنا أحد التحديات اللي عرضتها على بعض المشايخ هي كيف نحول النص الديني أو النص القرآني والحديث إلى قيمة مجتمعية ثم عمل مجتمعي ثم مشروع مجتمعي ثم بناء مجتمع وده تحدي كبير جدا أنا عندي آية بتقول كذا وكذا وكذا أنا أؤمن بها مئة في المئة لكن أنا أريد أن أحول هذه الآية إلى مصار مجتمعي ده التحدي اللي أنت كعامل في عمل إنساني أو في التنموي أو الاجتماعي تحول هذا المصار وتقول له هذا هو الأصل يعني متؤمن سيدنا خديجة قد نعن تصف رسول الله سلم قبل البعثة بأنك قد نعن الله لن يخزيك أبدا فإنك تقضي الضيء وتعين على قضاء تحمل الكل وتعين على قضاء حوائق الظهر فهي حددت فيه أربع أو خمس معالم مجتمعية لسوشيال ووركر قبل أن يبعث شوف قديس سيدة خديجة بفهمها الراقي لدول محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث نبيا صلى الله عليه وسلم فلذلك أنت لابد والدكتور غسان ودوره تجعله مع بعض المشيخ الذين يستطيعون أن يستمعوا إليكم فيحولوا هذا الخطاب الديني إلى خطاب مجتمعي قيمي اجتماعي يستطيع أن يجمع شتات القوم حول المسجد لكي يكون المسجد أو الكنيسة لها دور إنساني ودور قيمي ودور أخلاقي ودور اجتماعي في معالجة المشاكل الداخل المجتمع طيب بس عشان روبك سمحيت لك روبك سؤال دكتور بالدعوة ما رأيك بالفيت بيست ولماذا دكتور هاني من عندما أسس مؤسسة بله رحمانين اختار أنها ما تكون فيت بيست لا مختارش فيت بيست أنا ضد الفيت بيست حاضر حاضر ما تستطيع أن تحترموها بغض النظر عن اسمها إيه ونجحنا ونجحت مؤسسات تريف هذا الموضوع كلمة فيث بيست ونان فيث بيست دي كلمة بتقسم المؤسسات أنا ضدها يعني ضد خسيمة نفسها ضد خسيمة نفسها ويمكنوا لتاك أن أنت في أكسفورد من أكثر من عشر سنين أو اتناشر سنة أنا ضدها لأن أنتوا بتقسموا أنتوا جايبين هنا أكسفام وحبيبها في الحتة دي وحطين الإسلام كليفو كريستان ايد فيه ليه؟ إيه الأمارة يعني؟ إيه الأمارة؟ وانتوا بتعملوا كده ليه؟ أنا عايزة أبقى value based look at my value بص القيم بتاعتي في العمل الإنساني بص الثقافتي في العمل الإنساني وحكم عليها هتلاقي أنا أكسفام حتة كده وأنا وصفدت شلدن زي كده يبقى بتقسمنا إحنا ليه؟ علشان بيجي الفوند للفيد بيزد كده واللي غير فيد بيزد كده فده يعني ده كان رأيي أنا الشخصي فبالتالي لابد نعرف معنى فيث بيزد إيه؟ معنى فيث بيزد إن فيه مجموعة هنا تبع الفيث في مجموعة هنا مش تبع الفيث أكبر المؤسسات مش تبع الفيث إلا من رحمة ربي زي الورلد فيجن هي من الفيث بيزد الورجانيزاشن ها؟ كريستان مش كبيرة قوي ولا كافت كبيرة قوي لكن الورلد فيجن كبيرة لكن في الناحية التانية فيه مؤسسات بسم الله مليارية فإذلك أنت بالتالي تقول لهم أنا عايز أوسع حكاية الفيث بيزد دي وعملها فاليو بيزد ده كان رأيي أنا ليه تستوك بوات فاليوز ليه خلونا نتحدث عن القيمة الحقيقية اللي عملنا الإنساني في المجتمع وليس أن أنا مع أنا مسيحي وأنا مسلم ولا يهودي ولا بوزي ولا كذا ولا لا 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 أنت ما لك بين أنا جاي أنا عشان أخذ من فقير والأرملة ها؟ وحط قيمي اللي هي جزء من قيم المجتمع اللي موجود ربا وبعدين أخونا ربا نحن حكينا كثير عن أثر إيجابي للعمل الإنساني كلنا متفقين أنه أثر إيجابي أنا حب إسمع من حدا خبير من المجال ربا طويل فيه شو هي التنقلات للعمل الإنساني اللي انت راجعتها انت بعمله فيه أثر سلبية للعمل الإنساني كيف تغلبت عليها كيف سيطرت عليها مثلا ممكن يقول أسانا درشوة ممكن يقول هي ضمن الموصم شي أنت شفتوا على أرض الواقع كانت أنه أدرا كبير أنت بسلب كبير على المجتمع نعم العمل الإنساني نعم فخطرته أن فيه أمن وأمان للعمل الإنسانيين وأنا بقع حذر ده اللي احنا شفناه في البصنة البصنوين شكلهم حلو يعني بغض النظر ها؟ والسوريات بردك شكلهم حلو مش السوريين فيه حد سوري هنا رجل؟ ها؟ ها؟ فحذاري أنك ترسل أخ لوحده لأسرة فيها أرمالة مرفوض 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 اسمعني اسمعني أو لوحدها يعني جوزها غايب عنها أول آخر تعرفي ليه يا بنتي؟ لأن هي مكسورة يعني الكلام ده حسيته من أيام البصنة حسيته زي بعض الناس اللي مش مدربين ومعندهمش القيم الأخلاقية الإنسانية العقيلة يا خدا منهم والأسف يعني أنا لو دخلت قد عيني تذهب لأي مكان في الغرفة وتوله ما احتمل ما احتميحات فلابد أني عند دخلت أنا أخش مع من يحافظ علي ويحافظ عن المرأة فدي جدء من المشاكل اللي حصلت في المجتمعات دي كلها إننا نعمل من المرأة المسلمة والعربية منظومة تستطيع هي أنها تقود مثل هذه المبادرات أنا ليه أنا أخش على الأطفال وعلى النساء يعني حتى لو مش من ناحية الدينية من ناحية الأخلاقية في ناس في النساء زين لما خدنا إحنا البنات معانا في السومال وخدناهم معانا في كينيا أول رحلة للسومال خافوا مننا كنا بلاحة كبيرة جدا والطراب أحمر وكان شكلنا يعني زي الشاطين تاني مرة لما خدنا ثلاث بنات واحدة إنجليزية واحدة أمريكية واحدة بريطانية يعني يا سلام على الأطفال وعلى النساء في منتها السعى طبيعة ناتشر فلابد أنت قبل ما تسئل السؤال ده تقولي أنا دوري إيه في العمل الإنساني والشيخ ده يخرجني إزاي عشان أمنع هذه المشكلة التي قد تحدث في أول ما كنا نعملين في الإغاثة كنا نعملين بوليسي ممنوع غلق الباب دخلت أخت عندك ممنوع دلوقتي العلان مش حاجة اسمها سيف جاردن سيف جاردن احنا عملناه رجعوا يقولوا هنعملنا عامل الناس زي ما المسلمين بيعملوا ممنوع أو تفتح السطرة بتاعة الغرفة لما كان فيها الكرتن دي علشان انت قادة مع السكرتير أو حاجة ده كده والناس كلها شايفاك فده كل الحاجات دي حصلت مفيش عمل من غير فساد ومفيش عمال ملائكة لكن انت لما بتحط القوانين وتلق بيها وتتبعي هذه القوانين حتمنعي الفساد وتمنعي اللي هو الأشياء اللي بتحصل دي كلها واخد بالك يمكن من رابط اللي حكى الدكتور الفقي خلافية اللي حصلت تعت اوكسفام وطبعا موضطة على المؤسسات الإسلامية على نوع انه في أثناء فترة الحرب في البصنة انه ما كان العمل كثيرا يعني ساهم في افساد المجتمعات وكثير كانوا بدهم يجيبوا ناس من البصنة زي ما تتفضل الدكتور وبدهم الناس يتبنوهم هنا وحالات الزواج صارت موثقة أكاديميا يعني موجودة هارف تروي قصة عمل مؤسسات الإسلامية اللي كانت موجودة في البصنة طبعا زي ما حكى الدكتور انه الكل عام كان عايزوا يشتغل في شارك ووبا في تلك الوقت هل كانوا مسجلين من المضوع أو إن كانوا يشتغلون؟ لا حقيقي هو بس حقيقي وحصل فيه تجوزات من بعض العملين في الأهم المتحدة يعني احنا في فساد الأهم المتحدة في البصنة انه كان فيه عمل شبكات دعارة شبكات دعارة أنا بقولها هو بمعنى ايه؟ بمعنى كان فيه اتفاق لا انه فيه ديسكو في توزلة وكذا وفيه بنات جاية من رومانيا ومن بولندا ومن المجل دخلوا زائدهم غير التأشيرة من اللي دخلهم كان فيه تواطر ما بين البوليس البصنوي ها؟ اللي كان بيكون نفسه ساعتها وبين اللي هو بعض الموازفين في الأهم المتحدة حتى في كونجو الديمقراطية ميسكو شبكة فيها 500 بنت فيهم 13 بنت أقل من 15 سنة وفيه بعض الناس من الأهم المتحدة ما تورطين فيها من الموازفين الأهم المتحدة فالأمور دي لو انت مش بتتضبطيها بانك بتختار الموازف بتاعك بتختار المتوع بتاعك بتؤهليهم بتؤهليهم وبعين بتبعاتي نساء يعني احنا مشكلتنا يا أخت روبا يا أخي غسان انت ان دور المرأة العربية والمسلمة في العمل الإنساني مضمحل ان لم يكن معدوم طب انا هاعمل النساء والبنات اللي موجودون دي الفقائية حتى ازاي وحنا رجالة 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 فلذلك انت معركتك مش هتكون معاي انا معركتك هتكون مع الشيوخ تعالوا هنا افتونا ازاي نخرج بنات كمجموعة ونحل مشكلة المحرم او المحرم واخد بالك ازاي نخرجها دي قبلك عشان نحافظ لان ستين لسبعين في المئة من اللاجئين واللاجئات اللي طعين وزحات هما النساء واطفال يعني فيلي باردر اخر شئال لحضرتك ولا خلاص خسرك على الباب يا الباب دي انت حتخدني برا وبدو تسجلع انت حترابني بقى نختم اشكرك دكتور هاني شكرا جزيلا وممنون كثيرا لحضوركم وتخيلنا فرصة غير عادية انكم تلتقوا بدكتور هاني طبعا نجوة لا تضيع الفرصة ليش؟ فرصة غير عادية النتواركين الان طلع كرتك زي ما اتفقنا المفروض انه الكل يكون معا كرتك وانه تبادل الكل وانه تاخدوا الـ أشكرا ترجمة نانسي قنقر نانت